بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة تمهيدية حلقة مميزة مخصصة لطلبة دبلوم المدارس السنوية الزراعية تخصص فني معامل المادة اللي احنا هنستعرضها النهاردة هي مادة المايكروبيولوجي هنستعرض مع بعض الأبواب المختلفة اللي موجودة في مادة المايكروبيولوجي ووحدات المنهج المختلفة احنا بندرس السنة دي في مادة المايكروبيولوجي أربع وحدات رئيسية المدخل علم المايكروبيولوجي ومايكروبيولوجيا التربة ومايكروبيولوجيا المياه ومايكروبيولوجيا الأغذية وآخر حاجة بندرسها اللي هي التخمرات المايكروبية تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نستعرض مع بعض مادة المايكروبيولوجي وإيه هي الأبواب الرئاسية في المادة وكيفية الاستفادة من مادة المايكروبيولوجي في حياتنا العملية وكيفية إكساب الطالب المهارات العملية المختلفة اللي بتأهله لسوق العمل في معامل المايكروبيولوجي وفي المصانع المختلفة احنا هدفنا الرئيسي من مادة المايكروبيولوجي هو خدمة المجتمع أو تأهيل الطلاب لكي يلتحقوا بسوق العمل في المجالات المختلفة تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وأول حاجة هنستعرضها مع بعض الأهداف العامة لمادة المايكروبيولوجي أول حاجة بناخدها مع بعض الهدف الأول من الأهداف العامة لمادة المايكروبيولوجي إكساب الطلاب المعارف والمهارات السلوكية التي تؤهله للعمل في معامل المايكروبيولوجي مع اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة والصحة المهنية ما ينفعش أي واحد فينا يشتغل في أي معمل من معامل المايكروبيولوجي بدون أدوات الحماية والسلامة الشخصية وأدوات الحماية من المخاطر سواء كان مخاطر عدوى صحية أو مخاطر إصابة من إصابة الأدوات والأجهزة الموجودة في المعمل إحنا بنتعامل مع كائنات حية دقيقة في بعضها بيكون ممرض هذه الكائنات إذا لم يتم توخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية قد يتعرض القائم بالعمل في معامل المايكروبيولوجي للإصابة بأمراض خطيرة جدا ثاني حاجة تعريف الطلاب بطبيعة وأهمية المايكروبات في الطبيعة سواء كانت هذه المايكروبات من النوع المفيد أو من النوع الضار وأثر ذلك على البيئة والنظام البيئي الهدف الثالث من أهداف مادة المايكروبيولوجي توعية الطلاب بكيفية استثمار المايكروبات المفيدة والاستفادة منها في المجالات الزراعية المختلفة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتج وزيادة الدخل القومي الهدف اللي بعد كده الهدف الرابع من أهداف مادة المايكروبيولوجي إيجاد وعي لدى الطلاب بكيفية مقاومة المايكروبات الضارة التي تسبب فساد الأغذية ويتلوس البيئة والوقاية من المايكروبات الممرضة للإنسان والحيوان والنبات طبعا لا يخلو أي منزل من وجود أطعامة مخزنة أو مواد غذائية هذه المواد إذا لم يتم اتباع أو اتخاذ الشروط العامة لحفظ الغذاء وحفظ الغذاء بوسائل حفظ مناسبة قد يتعرض هذا الغذاء للتحلل بفعل الكائنات الحية الدقيقة هذه الكائنات الحية الدقيقة قد تسبب فساد للغذاء وأيضا قد تفرس سموم داخل هذا الغذاء فبتعرض من يتناول هذا الغذاء للتسامم الغذائي وبالتالي هناك مشاكل صحية قد يتعرض لها الإنسان أو الحيوان أيضا عند تناوله لغذاء غير صحي الهدف الخامس تدريب الطلاب عمليا وده النقطة اللي احنا بنركز عليها جدا في أي مادة من المواد بتاعتنا كيفية التدريب العملي للطلاب على المهارات المختلفة وإكساب الطلاب المهارات والسلوكيات اللي بتؤهله للقيام بهذه المهارات على أكمل وجه طبعا احنا بناخد عندنا في مايكروبيولوجيا التربة والمياه والأغذية عينات مختلفة الطالب مطالب أنه يتعرف على كيفية أغذي العينة وكيفية إجراء الفحص المايكروبيولوجي لهذه العينات وتحديد مدى صلاحية المياه للاستهلاك الأدمي أو احنا بنقول عليها للشرب وكذلك تحديد عوامل الفساد الموجودة في الأغذية المختلفة تعالوا بقى نستعرض مع بعض عجزاء الطلبة والطالبات أول حاجة في الوحدة الأولى العنوان بتاع الوحدة مدخل علم المايكروبيولوجي ومايكروبيولوجيا التربة هناخد في الباب الأول اللي هو مدخل علم المايكروبيولوجي أول حاجة بناخدها اللي هو تعريف علم المايكروبيولوجي طبعا علم المايكروبيولوجي كعلم هو علم يعتبر من العلوم الأساسية والعلوم الحديثة نسبيا نظرا لارتباط اكتشاف أو وضع أسس هذا العلم باكتشاف الميكروسكوب أو اختراع الميكروسكوب الضوئي العادي احنا عندنا كائنات الحياة الدقيقة موجودة في كل مكان في البيئة موجودة في الهواء موجودة في الطربة موجودة في المياه موجودة في الغذاء موجودة في كل مكان هذه المايكروبات لا ترى بالعين المجرادة فلابد من وسيل التكبير لإظهار أو لرؤية هذه الكائنات الحية الدقيقة كان هناك أحد العلماء من هوات صناعة العدسات وهو العالم أنتوني فان ليفنهوك هو أول من اكتشف الكائنات الحية الدقيقة وكمان هناك بعض العلماء أيضا ساهموا في تطور علم المايكروبيولوجي منهم العالم لازاروس بلنزاني والعالم أرنولد والعالم لويس باستير والعالم روبا توكوك علماء كثيرون ساهموا في تطور علم المايكروبيولوجي كلهم قام بدوره في تطور هذا العلم ولكن يعتبر من العلماء البارزين وصاحب البصمة الرئيسية في وضع أسس علم المايكروبيولوجي هو العالم لويس باستير علم المايكروبيولوجي هو العلم اللي بيختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة الكائنات الحية الدقيقة زي إيه؟ زي البكتيرجيا، زي الفطريات، زي الفيروسات، زي الطحالب، زي البروتوزوة أو اللي احنا بنقول عليها الحيوانات الأولية المجميع المختلفة للكائنات الحية الدقيقة اللي عندنا في المنهج هما يعتبروا الخمس مجميع اللي أنا قلتهم من شوية المجميع دي بندرسها من حيث التعريف، من حيث التركيب، من حيث نوع الغذاء أو نوع التغذية، من حيث أيضا هل هي الأهمال الاقتصادية هل هي من النوع النافع أو من النوع الضار كل ده بندرسه بالتفصيل مع بعض، يعني العلم المايكروبيولوجي هو العلم الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة لمعرفة أنواعها وصفاتها ووظائفها المختلفة وكذلك أهميتها الاقتصادية أيضا بندرس بعد كده تطور علم المايكروبيولوجي وأنا زي ما قلت لكم من شوية العلم ده صاحب اكتشافه اختراع الميكروسكوب الضوئي وانتوا طبعا شفتوا الميكروسكوب الضوئي في المعامل المدرسية المختلفة الميكروسكوب الضوئي زي ما انتم عارفين بيتكون من أجزاء بصرية وأجزاء حركية ووظيفة الميكروسكوب الضوئي هو زيادة وضوح الأشياء تحت العدسات المكبرة سواء كان شرائح بكترية أو شرائح فطرية أو حتى طحالب أو بروتوزوة أيا كان ولكن الكائن الوحيد الذي لا يستطيع أو لا يمكن رؤيته بالميكروسكوب الضوئي العادي هو الفيروسات نظرا لصغر حجمها أو هي كيانات متناهية في الصغر فلابد من وسيل التكبير أكبر لتوضيح الصورة ونستعين بالميكروسكوب الإلكتروني في رؤية الفيروسات أيضا بنستعرض مع بعض في الوحدة الأولى وفي الباب الأول الأهمية الاقتصادية للكائنات الحياة الدقيقة طبعا الكائنات الحياة الدقيقة أنواع متعددة جدا وأنواع كثيرة جدا لما يجي يقولك الأهمية الاقتصادية يبقى بيقصد بيها المنافع والأضرار طبعا من ضمن فواد الكائنات الحياة الدقيقة أنها لها دور هام جدا في تحليل المخلفات العضوية هذه المخلفات العضوية قد تكون مخلفات حيوانية أو مخلفات نباتية طبعا لكم أن تتخيلوا أن المخلفات العضوية دي لو لم يتم تحليلها لكانت تراكمت على سطح الكرة الأرضية وأخذت مساحة وساعة جدا وعند تحليل المخلفات العضوية بيستفيد أيضا دورات العناصر بتتم بتحليل العناصر الغذائية اللازمة لتغذية النبات وبيستطيع النبات أنه يمتصها في صورة بسيطة أيضا من ضمن الأهمية الاقتصادية تثبيت أزوت الهواء الدوي أنتوا عارفين طبعا أنه نسبة الأزوت في الجو أو نسبة الناتروجين في الغلاف الدوي بتتعدد 78% يعني بيحتل المركز الصدارة بين الغازات بتاعة الغلاف الجوي وده طبعا نظر الأهميته في تكوين الأحماض الأمنية وتكوين البروتينات فغاز الناتروجين طول ما هو في صورة غازية لا يستطيع النبات أن يمتصوا ويستفيد منه وطبعا ده من ضمن العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة اللي احنا بنقول عليها الـ NBK N يعني ناتروجين وبي يعني فسفور وك يعني بوتاسيوم فلابد من تغذية النبات بعنصر الناتروجين للحصول على هذا العنصر فبتقوم الكائنات الحياة الدقيقة بتثبيت هذا العنصر بواسطة إفراز إنزيم الناتروجينيز هذا الإنزيم له القدرة على تثبيت الزوت الهواء الجوي داخل العقد البكترية الموجودة على جزور النباتات الباقولية وبالتالي بنوفر كميات كبيرة جدا من الأسمدة الكيموية الضارة بالنظام البيئي أيضا من ضمن الأهمية الاقتصادية للكائنات الحياة الدقيقة فبتستخدم كغذاء للإنسان أو علف للحيوان طبعا لا يخفى عليكم المشروم أو عيش الغراب اللي بيعتبر بديل للبروتين سواء كان بروتين حيواني أو بروتين نباتي وهو بيحتوي على العديد من الأملاح المعدنية والبيتامينات ومصدر كبير جدا للبروتين وسعره أيضا بيكون منافس جدا للحوم والدواجة أيضا من ضمن الأهمية الاقتصادية للكائنات الحياة الدقيقة أن هي لها دور أيضا في العديد من الصناعات سواء كانت صناعات في مجال الأدوية إنتاج المضادات الحيوية أو زي البنسلين طبعا أو صناعات زي صناعة الكحولات أو صناعة مضادات السيرم أو صناعة الإنزيمات أو بتدخل في العديد من الصناعات الغذائية زي صناعة مثلا اللبن الزبادي بواسطة بكتيريا حامض اللاكتيك أو إنتاج مثلا الخميرة وتخمير العجين بواسطة فطر الخميرة كل دي بتبقى عبارة عن فوائد للكائنات الحياة الدقيقة والكائنات الحياة الدقيقة لها العديد من الفوائد في النظام البيئي طبعا تعرفين أنها لها دور في تحليل المخلفات العضوية وأيضا لها دور في دورات العناصر سواء كان دورة الكربون أو دورة الناتروجين أو دورة الفوسفور طبعا كل كائن حي زي ما بيبقى له منافع بيبقى له أيضا أضرار من أضرار الكائنات الحياة الدقيقة أن هي قد تسبب أمراض خطيرة جدا للإنسان أو الحيوان أو النبات طبعا إحنا بناخد في مادة أمراض النبات السولوس أو الشق الأكبر من المنهج بيبقى عبارة عن أمراض فطرية وأمراض بكتيرية وفايتو بلازما كل دي طبعا مسبباتها بتبقى كائنات حية دقيقة من ضمن أيضا الأضرار أن هي بتفرز السموم في الغذاء مما يعمل على فساد الأغذية وبتقد تسبب أيضا تلف الجلود والمنصوجات كل دي بتعتبر فوايد وأضرار أو اللي احنا بنقول عليه الأهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة طبعا بناخد بعد كده نظرة عامة على الكائنات الحية الدقيقة في الطربة طبعا زي ما قلتلكم النظرة العامة دي بتأشمل تقسيم المجاميع الرئيسية للكائنات الحية الدقيقة من ضمنها البكتيريا والفطريات والفيروسات والتحالب والبروتوزوة زي ما انتوا شايفين معنا في الشاشة أولا البكتيريا وبعدين بناخد كده بعد كده الفطريات وبعد كده بندرس الفيروسات وبعدين التحالب وبعدين الحيوانات الأولية طبعا كل مجموعة من المجاميع دي بندرسها من حيث التعريف البكتيريا كلنا طبعا عارفين البكتيريا كائنات حية دقيقة مايكروسكوبية لا ترى بالعين المجرادة ولكن يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي العادي بتمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام السنائي البسيط وقدرتها العالية على تحليل المخلفات أو المواد العضوية بندرسها أيضا من حيث نوع الحركة طبعا عندنا ثلاث أنواع من الحركة الحركة بالأصوات والحركة السعبانية والحركة الانزلاقية وبندرسها أيضا من حيث التركيب والشكل طبعا عندنا أشكال عديدة جدا للبكتيريا في منها الشكل الكروي زي جنس مايكروكوكاس في منها الشكل العصوي زي جنس باسيلوس وأيضا الشكل الحلزوني أو اللابي زي جنس الفيبري واللي هو الميكروب المسبب لمرض الكولورا أيضا بندرسها بعد كده من حيث التركيب وقلنا طبعا اللي بميز البكتيريا إن هي تعتبر من الكائنات الحية بدائية النواة أو غير حقيقية النواة نظرا لعدم احتواء النواة على غلاف أو على غشاء نواوي عشان كده بنقول على بروكاريوتس أو الكائنات بدائية النواة طبعا بندرسها أيضا من حيث التركيب طبعا أي خلية بكتيرية لو أنا حطتها تحت الميكروسكوب وبدأت أدرسها بلاحظ إن هي بتتكون من الكابسولة أو العلبة أو الطبقة الخارجية بعد كده الجدار الخلوي وبعدين الغشاء البلازمي وبعدين السيتوبلازم وبعدين العضيات اللي بتسبح فيه السيتوبلازم وحناخد بعد كده اللي هو تقسيم الخلايا البكتيرية أو تقسيم البكتيريا على حسب مصادر الكربون والطاقة فيه من عندي قسمين فيه بكتيريا عضوية التغذية وفيه بكتيريا معدنية التغذية أو ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية بعد كده بنبدأ نتطرق لدراسة الفطريات برضو بناخد التعريف اللي بيميز الفطريات إن هي كائنات حية دقيقة قد تكون وحيدة الخلية زي فطر الخميرة أو عديدة الخلايا زي باقي أنواع الفطريات بتخلو أجسامها من مادة الكولوروفيل لذلك لا تستطيع أن تجهز غذائها بنفسها وتعتمد على كائنات أخرى في الحصول على الغذاء قد تعيش متطفلة على كائنات حية أو مترممة على مواد عضوية وبنقسم الفطريات لأقسام مختلفة على حسب نوع التكاثر الجنسي في من عندي فطريات بيضية في فطريات أسكية زيجية بازدية وناقصة أيضا هناك تقسيم للفطريات على حسب نوع التغذية في فطريات متطفلة في فطريات مترممة في فطريات إجبارية التطفل وفي فطريات اختيارية التطفل وفي فطريات إجبارية الترمم وأيضا في فطريات اختيارية الترمم أيضا بندرس في الفطريات تركيب الخليط الفطر اللي هي برضو الجدار الخلوي والغشاء السيتوبلازمي والسيتوبلازم والعضيات اللي بتسبح فيه السيتوبلازم وبعد كده بناخد مثال تطبيقي على الفطريات اللي بتعيش مع جزور النباتات معيشة تكافلية اللي احنا بنقول عليها فطريات المايكورايزا ودي طبعا لها اهمية كبيرة جدا بالنسبة للنبات هندرسها مع بعض بالتفصيل اللي اشهر حاجة ان هي بتعمل على ايزابة مركبات الفسفور العضوية ويجعلها في صورة ميسرة لامتصاص النبات المجموعة الثالثة اللي بعد كده اللي هي مجموعة الفيروسات والفيروسات طبعا هي حديث الساعة او مشكلة العصر الفيروس هو اصغر كائن موجود على وجه البسيطة او على وجه الكرة الارضية كيانات متناهية في الصغر ليس لها تركيب خلوي بالمعنى المتعارف عليه هي امتبع عبارة عن غلاف بروتيني بيحيط بحمض نووي قد يكون هذا الحمض RNA او DNA بتغزو خلية الكائن الحي للحصول على الغذاء وايضا بتغزو خلية الكائن الحي للتقاصر والانقسام وبالتالي عندما يغزو الفيروس اي كائن حي سواء كان نبات او حيوان او انسان بيدمر خلايا هذا الكائن الحي فلابد طبعا من اجراء العلاج الوقائي اللي احنا بنقول عليه الفكسين او اللقاح او التطعيم او المصل ايا كان الاسم كل دي اسامي لانه طبعا كل فايدة الامصال دي انه هي بتساعد على تكوين الاجسام المضادة داخل اجسامنا وبالتالي عندما يهاجم الفيروس خلايا اجسامنا باعداد كبيرة او بصورة كبيرة الجسم طبعا بيكون مكون المضادات الحيوية وخلايا الزاكرة على طول بتبدأ تنتج المضاد الحيوي المناسب للفيروس والمضاد الحيوي والفيروس بتبقى عبارة عن زي الافل والمفتاح كده بيسبته لحين التهامه بوسطة كرات الدم البيضاء او الخلايا البلعمية الكبيرة بعد كده بناخد تقسيم الفيروسات على حسب نوع العائل طبعا لو كان الفيروس ده هيصيب النبات بنطلق عليه فيروس نباتي لو كان هيصيب الانسان والحيوان بنطلق عليه فيروس حيواني لو كان هيصيب الكائنات الحية الدقيقة نفسها بنقول عليه مجموعة لاقيمات الكائنات الحية الدقيقة وهناخد امثلة لها بالتفصيل ان شاء الله عند شرح اجزاء المنهج في النقطة دي بعد كده بناخد الاهمية الاقتصادية للفيروسات من حيث المنافع والاضرار الفيروس لو استخدم فيه المكافحة الحيوية للأفات الضارة واصابتها بالامراض فاعتبر بالنسبة لي في الحالة دي هو نافع وعندما يسبب امراض خطيرة للانسان والحيوان والنبات ففي الحالة دي هو بالنسبة لي كائن حي ضار بندرس بعد كده التحالب التحالب عبارة عن خيوط بتنمو على سطح الماء بيسميها العامة بيئرهيم بتحتوي على الكولوروفيل وتكون بعملية الباناء الضوي ولكن بينقصها الجزور ولذلك برضو بتعيش متطفلة او مترممة على كائنات اخرى فيه طبعا اقسام كثيرة جدا للتحالب بين السمع لحسب اللون فيه عندي تحالب خضراء تحالب صفراء تحالب بنية تحالب خضراء مزرقة اللي احنا بنوضع عليها السيان وبكتيريا اللي لها دور كبير جدا فيه تثبيت زوت الهواء الدوي على جزور النباتات الناجيلية زي الارز زي الزرة زي القمح كل دي طبعا بتبقى محتاجة ليه كميات كبيرة من الازوت العضوي اللي بيساعدها على الحصول على هذا النوع من الناتروجين العضوي هو السيان وبكتيريا او التحالب الخضراء المزرقة وطبعا لها دور كبير جدا فيه النظام البيئي طبعا فيه فوايد كثيرة جدا ومنافع للتحالب بتزيد من نسبة المادة العضوية فيه الطبيعة وايضا لها دور او بتدخل كغزاء للانسان عنده عملية بنعمل لها عملية استخلاص وتخلص من الاملاح ثم بعد كده بتصنع سنيكس وتبايع فيه الاسواق وطبعا بتكون محتوية على املح معذنية وعناصر غزائية وكاربوهيدرات ومواد بروتينية طبعا لها دور ايضا بتستخدم كافية العديد من الصناعات وايضا بينتج منها العديد من المواد زي صناعة المواد العزلة في الافران وايضا بينتج منها العديد من المواد النفعة زي مادة الاجار اللي بتدخل فيه عمل البيئات الغزائية التي ينمى عليها الكائنات الحية الدقيقة طبعا هناك الكثير من الفوائد للتحالب احنا طبعا بنمر على المنهج واباب المنهج فيه عجالة بس بعد كده ان شاء الله احنا بندرس كل حاجة بالتفصيل باذن الله طبعا الاضرار اضرار كثيرة جدا ان هي مثلا بتنمو على غاطس السفن في السفن اللي هي بتستخدم فيه النقل وبتزيد من وزن السفينة وبالتالي بتبطئ من حركة السفينة مما يعمل على ارتفاع تكاليف التشغيل كل دي طبعا بتبقى اضرار للتحالب اخر مجموعة معنا من المجميع اللي هي المجموعة الخامسة اللي هي الحيوانات الاولية او بنطلق عليها مصطلح البروتوزوة البروتوزوة طبعا كلكم تعرفوا ان هي بتعيش في البرك والمستنقعات والمياه الراكدة وبتسبب امراض خطيرة جدا للانسان وايضا للحيوان والنبات البروتوزوة بتتقسم لاكتر من قسمة على حسب نوع الحركة فيه عندي مجموعة الصوتيات زي الحيوان الاولي التريبونوسومة فيه عندي مجموعة الهدبيات زي الحيوان الاولي البراميسيوم يعني بيتحرك بالاهداب فيه عندي مجموعة زيوات الاقدام الكاذبة زي طبعا الحيوان الاولي الاميبة فيه عندي مجموعة الجرسميات زي بلازموديوم المالاريا اللي هو بيسبب مرض المالاريا الخطير جدا في المناطق الاستوائية طبعا برضو بندرس الاهمية الاقتصادية للحيوانات الاولية تعالوا بقى نستعرض مع بعض تعريف علم الميكروبيولوجي استعرضنا مع بعض والتطور العلم طبعا قلنا العلم ده تطور بعد اكتشاف الميكروسكوب ودي انا طبعا جايبين لكم صورة بسيطة للميكروسكوب طبعا عبارة عن اجزاء حركية واجزاء بصرية الاجزاء البصرية بتتمثل فيه المرايا والعدسات والاجزاء الحركية بتتمثل فيه القاعدة والمسرح والضابط الكبير والضابط الصغير والانبوبة او الانف اللي بيتركب فيها العدسة العينية زي ما اخدنا من شوية الكيانات لحياة دقيقة خمس ما جميع البكتيريا والفطريات والفيروسات والتحالب والبروتوزو ايضا بندرس في الوحدة الاولى في الباب الاول التعقيم التعقيم يعنيه التعقيم مقصود بيه الابادة الكاملة لجميع المايكروبات اللي بتبقى موجودة على المواد والادوات الابادة الكاملة مقصود بيها ان انا بعمل عملية قتل او تصبيت لكائنات الحية الدقيقة سواء كان كائنات نفعة او كائنات ضارة لانه التعقيم بيدخل في اكتر من غرض في تعقيم عندي بيدخل في الاغراض البكتيريولوجية في تعقيم بيدخل في الاغراض الطبية في تعقيم ايضا بيدخل في الاغراض او في مجال صناعة الاغذية يبقى ده طبعا عرفنا التعقيم وعرفنا أغراضه طرق التعقيم بقى احنا بندرس طرق التعقيم وطرق التعقيم هي طرق سلاسة اللي هي الطرق الفيزيائية بتشمل الحرارة والإشعاع سواء كان تعقيم برفع درجة الحرارة زي مثلا اللهب المباشر، الهواء الساخن، البخار المضغوط أو التعقيم بالبخار في جهاز أرنولد طبعا التعقيم بالإشعاع بيشمل استخدام الأشعاع المختلفة سواء كانت أشعة إكس أو جاما أو الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحامرة أي أن كان نوع الأشعة بنقول عليها الأشعة ذات الطول الموجي القصير دي طبعا بيبقى لها دور هام جدا في تصبيت نمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة طبعا بندرس أيضا أجهزة التعقيم وأجهزة التعقيم مختلفة جدا أيضا عندي أهم أجهزة عندي اللي هو المعاقم بالهواء الساخن أيضا عندي جهاز أرنولد وهنعرف تركيبه ووظيفه وإيه هي المواد اللي بيدخل أو بيستخدم في تعقيمها أيضا من ضمن الأجهزة الأوتوكلاف أيضا من ضمن الأجهزة اللي هي المرشحات وطبعا المرشحات بنطلق عليها التعقيم الميكانيكي أو الإزالة الميكانيكية للكائنات الحية اللي موجودة في السوائل المختلفة أيضا من ضمن طرق التعقيم اللي هي الطرق الفيزيائية استعرضناها أيضا فيه الطرق الكيميائية اللي هي بتعتمد على استخدام المطهرات والمواد الكيميائية طبعا ده حديث الساعة أيضا للكحول والديتول والفينيك وكلوريدز بقيق واللي هو محلول السليماني والصابون حتى الصابون يعتبر من المواد المطهرة الكيميائية والطريقة الأخيرة من طرق التعقيم اللي هي باستخدام الطرق الميكانيكية أو التعقيم الميكانيكي أو بنقول عليه التعقيم بالمرشحات بناخد بعد كده جزئية مهمة جدا في الباب الأول أيضا اللي هي البيئات الغذائية البيئة باختصار مركبات عضوية أو غير عضوية بتستخدم في تنمية وإكسار الكائنات الحياة الدقيقة وفيه شروط لازم تكون متوفرة في البيئات الغذائية وأيضا بندرس تقسيم البيئات الغذائية على حسب نوحة في بيئات طبيعية وفي بيئات صناعية وعلى حسب قوامها فيه عندي بيئات سائلة وأيضا بيئات صلبة أهمية البيئات زي ما قلت من شوية اللي هو بتستخدم في تنمية وإكسار ودراسة خواص الكائنات الحية الدقيقة طبعا احنا قلنا الغرض من التعقيم اللي هو الإبادة الكاملة لجميع الميكروبات الموجودة بالأدوات والمواد سواء كانت على الحالة الخضرية أو الحالة الجرسومية وأنا جاب لكم هنا فيديو بوضح كيفية إجراء عملية التعقيم للأجهزة المختلفة طبعا اللي انتوا شايفينه ده جهاز التعقيم اللي هو الأوتوكلاف طبعا بيتكون من جزء معدني صلب ساميك من مادة الستيل السيل أو الحديد الغير قابل للصدق وبيتم وضع البيئات المختلفة داخل الجهاز قبل رفع درجة الحرارة زي ما انتوا شايفين بالصورة دي وبنتأكد أيضا من ضبط كمية المياه داخل الجهاز لأنه بيعتمد على استخدام البخار تحت ضغط وبتم قفل غطاء الجهاز بالمشابك اللولابية المعدنية للتأكد من احكام عملية القفل لأنه بيبقى داخل الجهاز في ضغط فرق ضغط رهيب جدا لو الجهاز مش مغلق بطريقة آمنة قد يحدث انفجار داخل المعمل فلابد من التأكد من غلق جميع المسامير المعدنية اللي بتؤدي الى احكام قفل الجهاز ثم توصيل الجهاز بالطيار الكهربي لتسخين المياه وعند الوصول للضغط المطلوب ودرجة الحرارة المطلوبة بعد نصف ساعة بيتم وقف عملية التعقيم ايضا في الوحدة الاولى في الباب التاني اللي هي مايكروبيولوجيا التربة طبعا بندرس فيها تركيب التربة الزراعية طبعا زي ما انتم عارفين ان انا لو خدت عينة من اي تربة زراعية بلاحظ ان هي بتكون متكونة من عدة اجزاء اللي هو الجزء المعدني والجزء العضوي والهواء الارضي وايضا الماء الارضي وجزء الاخير اللي هو الكينات الحياة الدقيقة اللي هي بتمثل تقريبا حوالي 1% من تركيب التربة الزراعية بناخد بعد كده دورة الكربون والمايكروبات ودورها في دورة الكربون طبعا انتم عارفين ان الكينات الحياة الدقيقة زي ما قلت لكم في بداية الحلقة لها دور حيوي ودور خطير جدا في تحليل المركبات العضوية سواء كان مركبات بتحتها على عنصر الكربون او الناتروجين او الفسفور طبعا عملية تحويل الفسفور الكربون من الصورة العضوية الى الصورة المعدنية بنطلق عليها عملية او دورة الكربون طبعا بناخد كيفية اجراء او كيفية قيام الكينات الحياة الدقيقة لتحليل المركبات العضوية طبعا بتتم على ثلاث مراحل هنستعرضهم ان شاء الله بالتفصيل وبناخد ايضا كيفية تحليل الكينات الحياة الدقيقة لخلفات العضوية والحصول على الدبال والدبال ده بيعتبر هو مخزون التربة من العناصر او المادة العضوية المتحللة اللي بيستفيد منها الكينات الحياة الدقيقة وايضا بيستفيد منها النبات النامي في التربة الزراعية وطبعا بيعتبر من العناصر او المواد المغزية او المواد المخصبة للتربة الزراعية بناخد امثلة بعد كده للمراكبات اللي بيتم تحليلها بواسطة الكينات الحياة الدقيقة اللي بتحتوي على عنصر الكربون هناخد تحليل النشاة تحليل السليلوز تحليل البكتين تحليل الكايتين بعد كده بناخد مثال حيوي جدا على كيفية طبعا هناخد دورة الفسفور بس بعد كده انا حابب بنقول لكم بندرس تطبيق لكيفية الاستفادة من تحليل المخلفات العضوية بواسطة الكينات الحياة الدقيقة للحصول على الطاقة طبعا ده هتقول لي يا دكتور بيتمثل في صورة ايه؟ بيتمثل ان انا بجيب المخلفات العضوية المختلفة سواء كان مخلفات زراعية مخلفات ادمية مخلفات صناعية مخلفات حيوانية حتى الحشاش وبضعها في جهاز بقول عليه جهاز او وحدة البيوجاز الجزء اللي بيتم وضع المخلفات دي فيه هو اسمه المخمر وبعد فترة بيحصل بقفل طبعا الغطاء بتاع المخمر وبعمل تحكم في الظروف البيئية او الظروف الجوية الملعمة لنشاط بكتيريا الميسان وبضيف كمية من الماء مع التقليب جيدا بعد فترة بلاحظ انه الكينات الحياة الدقيقة اثناء عملية تحليل هذه المخلفات بينتغ غاز قابل للاشتعال هو غاز الميسان والغاز ده بيتم استخدامه في كل مصادر الطاقة سواء في المنازل او في التدفئة او حتى في الانارة عند توصيله بالجينيريتور او مولد للطيار الكهرابي تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي شكل الوحدة طبعا ده حوض الدخول وده المخمر وده حوض الخروج للمواد المتحللة والسوائل المتحللة وفي اعلى الجهاز فيه خزان لتجميع الغاز بيتم توصيله بالمصدر اللي انا عايز استفيد من الطاقة من خلاله طب ايه هو البياجاز ده؟ هو المخلوط الغازي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية عند خلطها بالماء بمعزل عن الهواء الجوي وبفعل انواع متخصصة من البكتيريا بتنتج غاز الميسان بنسبة تقدر بحوالي من خمسين الى سبعين في المية واول مخمر تم انشاؤه في مصر في منطقة الجبل الاصفر كان سنة 1939 وكان بيعتمد على تشغيله على مخلفات الصرف الصحي الوحدة اللي بقى التانية اللي بعد كده اللي هي مايكروبيولوجيا المياه طبعا المياه طبعا كلنا دلوقتي بندرك اهمية المياه في حياتنا طبعا المياه ودعالنا من الماء كل شيء حي سواء للانسان او للنبات او حتى للحيوان او للكائنات الحياة الدقيقة اي كائن حي لا يستطيع ان هو يعيش بدون وجود المياه طبعا المياه لها دور خطير جدا في حياتنا بتستخدم في اغراض الشرب في اغراض الصناعة الاغذية الاستحمام النظافة ايضا بيتم الاستفادة منها في رأي المزرعات وايضا بيتم الاستفادة من المياه في الصناعات الغذائية في صناعات بتعتمد على وجود المياه بشكل كبير جدا وايضا بتستخدم كوسيلة للنقل وايضا لانتاج الطاقة طبعا انتم عارفين السدود زي المثال اللي عندنا اللي هو السد العالي ده طبعا بيعتبر مصدر لانتاج الطاقة طاقة المياه بيتم وضع توربينات في فتحات الخزان او في فتحات السد وضغط المياه بيعمل عملية ادارة للتوربينات فبيحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية طبعا زي ما استعرضنا اهمية المياه بنستعرض زي نحافظ عليها عن طريق تجنب تلوس المياه فلا بد ان احنا ندرس مع بعض مصادر تلوس المياه الطبيعية طبعا هناك مصادر كثيرة جدا لتلوس المياه عندي تلوس المياه عن طريق مايكروبات الطربة عندي تلوس المياه عن طريق الهواء عندي مايكروبات الهواء طبعا عندي تلوس المياه عن طريق الانسان والحيوان عندي مصادر او تلوس المياه عن طريق المخلفات المصانع عندي تلوث المياه عن طريق المخلفات الزراعية للأسمادة الكيموية والمبادات الحشرية طبعا لازم اعرف مصادر التلوث وبقدر الامكان احاول ان انا اتجنب تلوث المياه طيب تنقية مياه الشرب عملية التنقية بتتم على مراحل اللي هي وقاية مصدر المياه من التلوث بمياه المجاري وعملية الترسيب ثم عملية الترشيح ثم عملية التطهير باضافة الكلور ثم اضافة الفلور للمحافظة على الاسنان من التلوث والمعيار اللي انا بحكم على صلاحية المياه للاستهلاك الادامي اللي هي اجراء الاختبارات المايكروبيولوجية اللي هي سواء كان اختبار العد المايكروبات في عينة المياه او الكشف عن المايكروبات الممرضة في عينة المياه طبعا فيه امراض خطيرة جدا بتنتقل للانسان عن طريق المياه زي عندي شلل الاطفال عندي التهاب الكبد الوباء من النوع ايه عندي الدوسنتاريا عندي التيفود امراض خطيرة جدا بتنتقل للانسان عن طريق المياه الملوسة فلابد من المحافظة على المياه من التلوث بالمايكروبوات المختلفة بدرس بعد كده في الباب التاني في الوحدة التانية اللي هو مايكروبيولوجيا مياه المخلفات باخد مصادر مياه المخلفات طبعا عندي صرف زراعي عندي صرف صناعي عندي صرف ادمي عندي صرف حيواني كل دي بتبقى مصادر لتلوث المياه بمياه المخلفات طبعا طرق معالجة مياه المخلفات عندي ثلاث طرق رئيسية لوضع حد للحمل الميكروبي الموجود في مياه المجاري اللي هو المعالجة الطبيعية او المعالجة الاولية زي ما احنا بنقول والنوع التاني او المرحلة التانية بتمر المياه في احواض المعالجة البيولوجية لعملية تحليل المخلفات العضوية الموجودة في المياه بوسط اضافة الحامعة النشطة اللي بتحتوي على العديد من الكائنات الحية اللي هي بتحلل المواد العضوية الموجودة في المياه المجاري ثم بعد ذلك بيتم عملية التطهير باضافة الكولور في مرحلة نهائية او في المعالجة النهائية او بنقول عليها المعالجة الكيميائية طبعا الكاشف عن كفاية معالجة مياه المجاري او كفاية عملية معالجة مياه المجاري باجراء اختبارات معينة هندرسها ان شاء الله بالتفصيل عند شرح الوحدة التانية هناخد الوحدة التالتة اللي هي ماكروبيولوجيا الاغذية اللي هو تلوث وهي حفظ الغذاء هناخد اهم مصادر تلوث الاغذية طبعا عندي مصادر كثيرة جدا لتلوث الغذاء اللي هو التلوث عن طريق الانسان التلوث عن طريق الحيوان التلوث عن طريق الهواء التلوث عن طريق المياه الأدوات والمعدات علاقة الحيوان العبوات عندي مصادر كثيرة جدا لتلوث الاغذية طبعا بدرسها علشان اتفادى عملية تلوث الغذاء بهذه المصادر طيب طرق حفظ الاغذية علشان احافظ على الغذاء من التلوث لابد من استخدام طرق لعملية الحفظ لاطالة فترة بقاء الغذاء لاطول فترة ممكنة عندي الحفظ باستخدام درجة الحرارة سواء كان درجة الحرارة المنخفضة اللي هو التبريد والتجميد او درجة الحرارة المرتفعة وبتشمل الغليان والباسترة والتعليب كل دي رفع لدرجة الحرارة بيعمل عملية قتل لأكبر عدد من المايكروبات الموجودة في عينة الغذاء والسوائل الغذائية طبعا من طرق الحفظ ايضا عملية الحفظ بالتكفيف التكفيف المقصود بنزع الرطوبة اللي موجودة في الغذاء وجعل نسبة الرطوبة في الغذاء اقل من 15% وبالتالي حرمان المايكروب الموجود في عينة الغذاء من الماء او من الرطوبة وبالتالي بيموت او بيتم تسبيط نموه وتكاثره في عينة او في المادة الغذائية وهناخد مميزات التكفيف وعيوبه ايضا في الحلقات القادمة باذن الله ايضا من ضمن طرق الحفظ الحفظ باستخدام المحاليل المركزة المحاليل المركزة زي المحلول الملحي او المحلول السكري وايضا الحفظ باستخدام العشعة كل دي طبعا العشعة المؤينة بتساعد على تصبيط نمو الكائنات الحية الدقيقة في المواد الغذائية كل دي تعتبر طرق من طرق حفظ المواد الغذائية زي ما احنا معانا هو الحفظ باستخدام الحرارة التكفيف استخدام العشعة المواد الحفظة والمحاليل المركزة بيسعى الانسان منذ سنوات الى حفظ الاغذية بهدف ايه؟ بهدف منع النمو الماكروبي بها وايقاف حدوث التغيرات غير المرغوبة فيها ليصبح الغذاء اقرب ما يمكن من حالته الطبيعية لاستخدامه في الاوقات التي يقل فيها هذا الغذاء وقصص حفظ الاغذية تلت قصص رئيسية اللي هي ابعاد او منع التلوث تصبيط النمو الماكروبي وقتل الماكروبات طبعا زي ما قلتلكم اهم مصادر تلوث الاغذية تلوث عن طريق التربة المياه الهواء الانسان علاق الحيوان مخلفات الحيوان ومياه المجاري والتلوث عن طريق الادوات والمعدات المستخدمة اثناء عملية تصنيع الاغذية والتلوث عن طريق العبوات الباب الثاني في الواحدة الثالثة اللي هو فساد وتسمم الاغذية هناخد العامل اللي بتأثر على طبيعة وهي سرعة فساد الاغذية وانواع الفساد اللي بيحدث بالغذية نتيجة نشاط الماكروبات والمقصود بالتسمم الغذائي وانواع السموم الغذائية سواء كان سموم داخلية او سموم خارجية واخطر انواع التسمم الغذائي اللي موجود في الاغذية الواحدة الرابعة والاخيرة اللي هي التخمرات الماكروبية هناخد في الباب الاول اللي هو مبادئ التخمرات انواع التخمرات الماكروبية طبعا عندي انواع كثيرة جدا اللي هي التخزية التخزية المستمرة والتخزية على دفعات والاحتياجات اللازمة للتخمرات الماكروبية طبعا أول حاجة عند السلالة المايكروبية وفيه لها شروط لابد أن تكون متوفرة في السلالة المايكروبية والبادء اللي احنا بنقوله عليه اللقاح وبعدين المادة الخام المستخدمة سواء كان الملسس شلش سهل السلفيت سهل منقوع الزهرة كل دي طبعا بتبقى مواد خام بتستخدم فيه الصناعات أو فيه التخامرات المايكروبية والظروف المزرعية اللي هي درجة الحرارة والبي ايتش والرطوبة كل دي طبعا بتبقى ظروف علشان اللي كان الحياة الدقيقة ينمو ويديني انتاج اقتصادي بصورة اكبر واخر حاجة اللي هو المنتج التخمير تخامرات الماكروبية بتبقى عبارة عن استخدام الماكروبات تحت ظروف هوائية او لاهوائية محكمة لانتاج مواد نافعة ذات قيمة اقتصادية على النطاق التجاري زي التخامرات الهوائية لانتاج البنسيلين طبعا هنستعرض مع بعض انواع صناعات كده في عجالة زي انتاج الكحول الايسيلي او انتاج الخل او انتاج حمض الستريك او انتاج الخميرة اللي احنا بنقول عليها خميرة الخباس طبعا انتاج الكحول الايسيلي بتم تابع المعادلة اللي هو الجلوكوز بط انزيمات الخميرة بيديني كحول الايسانول زي اتساني اكسيد الكربون استخدامات الكحول طبعا لا يخفى عليكم في كثير من الصناعات الكيموية في المعامل في الاغراض الطبية وايضا بيستخدم قواقود إنتاج الخلي بيتم على مرحلتين المرحلة الأولى إنتاج الكحول والمرحلة الثانية أكسادة الكحول هوائيا إلى حامض الخليج بواسط بكتيريا حامض الخليج حامض الستريك طبعا يبقى له أهمية كثيرة جدا في الصناعات المختلفة وبيمنع وجود الرغاوة فيها الصناعات والبيئات الغذائية المستخدمة النشاوية عصير الأصب الخميرة طبعا المواد الخامل المستخدمة في إنتاج الخميرة اللي هي مولاس سكر الأصب ومولاس سكر البنجر وبرلمات الشرش بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون استعرضنا مع بعض في حلقة اليوم الأبواب المختلفة لمنهج المايكروبيولوجي قلنا إحنا عندنا أربع وحدات رئيسية مدخل علم المايكروبيولوجي ومايكروبيولوجيا التربة ومايكروبيولوجيا المياه ومايكروبيولوجيا الأغذية وآخر واحدة عندنا اللي هي مايكروبيولوجيا التخمرات المايكروبية أو الصناعات المايكروبية بكده أعزائي الطالبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة